قوانين الانتخابات في ليبيا تظل عقبة كأداء هذه المعضلة دفعت رئيس المجلس الرئاسي محمد المينفي لأن يطالب بضرورة إنجاز قوانين انتخابية توافقية قبل نهاية إبريل المقبل أو العمل بالتشريعات النافذة وشدد المينفي على أن تحقيق الإجماع الوطني والدولي ضرورة لإجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية العام الحالي المسؤول الليبي يؤكد أن مجلسه ملتزم بخارطة الطريق الحاكمة للمرحلة والمنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ومخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية وتحقيق أهدافها وسبق تلك الدعوات أن أقر مجلس النواب الثلاثاء الماضي التعديل الدستورية الثالث عشر الخاص بنظام الحكم فيما سيكون هناك ترقب لموقف المجلس الأعلى للدولة الذي سوف ينظر في قرار التعديل خلال جلساته المقبلة وكانت مصر قد شاهدت في منتصف يناير الماضي سلسلة اجتماعات بين المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بالإضافة إلى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وقد أكد حينها النطق باسم مجلس النواب مشاركة رئيس صالح في اجتماعات القاهرة وكشفت مصادر برلمانية أخرى أن العقبة الرئيسية الخاصة بالتوافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية تتعلق بمسألة ترشح العسكريين ومزدوج الجنسية ترجمة نانسي قنقر